سعيد من ألمانيا ويقرأ فيه ويقول أطبق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون الرجوع للعلماء هذه الطريقة طريقة فيها خلل في المنهج وفيها خطورة أيضا فإن الإنسان الذي يأتي ليقول أخذ من النصوص مباشرة غير مكترث بفهم العلماء ربما يقع في أمور خطيرة ربما يخالف إجماعات ويقع في شذوذات وربما يقول بقول لم يسبق إليه وكيف يلغي فهم العلماء على مدار خمسة عشر قرنا ويأتي في القرن خمسة عشر ويريد أن يستنبط الأحكام بنفسه من جديد هذا كلام غير صحيح لابد أن تستفيد من فهم هؤلاء العلماء كيف فهموا هذه النصوص خاصة من كان في الصدر الأول الصحابة والتابعون قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي فوصل نبي عليه الصلاة والسلام التمسك بمنهج الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم وطريقتهم وما أعرف الناس بالقرآن وبالسنة وباللغة العرب وأتقى الناس وأحرص الناس على الخير وعلى اتباع السنة فهذه الطريقة طريقة فيها خطورة كبيرة وفيها خلل في المنهج ولهذا نجد من يتبع هذه الطريقة يكون عندها شيو ذات يأتي بآراء يخالف فيها الإجماع وإذا ما هي الطريقة الصحيحة الطريقة الصحيحة أن ينطلق من فهم العلماء وإذا أراد يتفقه في الدين ينطلق من مدرسة فقهية ولا يتعصب لها ربما يرجح في النهاية غير غير ما ترى هذه المدرسة يعني مثلا من مدرسة الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة ينطلق من مدرسة ينطلق من أصولهم من كتبهم هذا هو الذي يكون مؤصلا ويكون يعني يكون في فهمه للنصوص يكون فهما مسددا أما الذي يأتي مباشرة ويقول أنا أقرأ البخاري ومسلم واستنبط الأحكام مباشرة فهذا المنهج منهج فيه خلل ومنهج فيه خطورة ويخشى أنه يقع في شذوذات ويقع في مخالفة للإجماع وربما يستدل بحديث منسوخة وربما يعني يقع في أمور مشكلة ولذلك لا بد أن ينطلق من فهم العلماء السابقين من غير يتعصب إنما يتعصب للدليل لكن لا بد من أن ينظر كيف فهم العلماء هذه المسائل وينطلق من ذلك انتبه انتبه ترجمة نانسي قنقر